اهلا وسهلا فيكم من جديد بمطبخ رؤيا نظمت لنا هلأ رند الدي سي واليوم رح نحكي عن الشمندر وفوائد الشمندر صباح الخير صباح البرد كيفكم تمامو انت كيف اهلا وسهلا فيكم رند عنا جديد الكل يحب الشمندر كثير بسماع ناس ما كانت تاكله بقوله سرنا نحبه مشوي نحط بالفرن سناك يعني عم بأخذوه المتبل بشهي عم بنعمله عليه واصفات بس الفكرة انه صار ناس اسمع انه بحطوه مثلا بالليل يعني يتسلوا عليه بأطعوه بكون مشوي في فرن بحطوه باكلوه زي ما ما نأكل بزرد نأكل بوب كورن هاي فكرة كتير حبيتها وصراحة لمد قوته كتير ازاكيه كتير كتير وعليه خفيفه فوائد كتير هو لونه يمكن ان بعطي الفائدة هاي نحكي لنا اكتر بالاول ليه هالأد في اهتمام بالشمندر وليه دايما بقولوننا لازم تحطوا الشمندر ضمن نظامكم الغذائي اوكي بشكل عام انا بحب الاغذية عن جد اللي بتكون نيوترينت دنس نحنا بنسميها ذات قيمة غذائية عالية وقليلة بالسعرات الحرارية مقارنة مع القيمة الغذائية اللي هي بتعطيها دائما نحنا لما بنحكي عن نيوترينت دنس فودز او اغذية ذات قيمة غذائية عالية احنا بنحكي عن سعرات حرارية قليلة وقيمة غذائية عالية من ناحية فيتامينات معادن والياف الشمندر هو أحد هاي الأغذية اللي عن جد بتعطيني قيم غذائية عالية من ناحية أنه فيه نسبة عالية من الحديد بوتاسيوم، سوديوم، ماجنيزيوم، فوسفور فيه كل أنواع المعادن اللي جسمي بيحتاجها بالإضافة للعديد من البويتامينز فهو فيه قيمة غذائية عالية بالأخص أن سعرات الحرارية تعتبر معتدلة مقارنة مع القيمة الغذائية إذا نحكي للكوب الواحد من الشمندر فهو تقريباً بيحتوي على 60 سعرة حرارية يعني حصة واحد من النشويات الطعمة الحلاوة اللي فيه بتعطينا إيحاء أنه أكتر هيه كتير أكتر وحتى شعور الشبعة اللي بعطيكي بعد ما تكليه برضو بتحسي أنك أنت هيك امتلأتي يعني فيه شيء زاكي عم تكليه مزبوط بس هو الحبة هي هاي المشكلة أنه الحبة هي 100 جرام يعني يدوب تطلع حبة صغيرة لأنه هو تقيل تقيل إحنا لما بنحكي كوب صغير أو حبة صغيرة من الشمندر تطلع تقريباً ما يعادل كوب 180 طبعاً ففيها قيمة غذائية عالية هلأ كتير عم بيشتهر أنه نحن بنعمل عصير بالشمندر في حتى أنواع عصير موجودة بالسوبر ماركت ما بتحتوي على سكر مصنوعة من الشمندر أنا كتير بحبها الجوسر بتكون مع الأشياء الخضرة أيوة بزاف هاي الأنواع كتير لذيذة لأنه عن جد بتعطيني إشي أشربه وبنفس الوقت القيمة الغذائية فيه عالية كل كوب بيحتوي على 12 جرام من النشويات فهو حصة واحدة من النشويات ونسب عالية من الألياف ممكن توصل لحديد 5 جرام من الألياف بكل كوب تخيلي هاي على فكرة نسبة كتير عالية من ناحية القيمة الغذائية فهو فيه فيه فيتمن سي بنسبة كبيرة فيه حديد كتير وفيه فولك أسد عشان هيك رح نحكي عن ضرورية استهلاك الشمندر من قبل المرأة الحامل والأشخاص اللي بيعانوا من النقص الحديد أو حتى حاملين التلاسيميا وهلأ رح نحكي كيف وبنفس الوقت فيه نسب عالية من المجنيزيوم من المنجنيز من الكالسيوم من الفوسفور والبوتاسيوم يعني عم محكي عن كمية ومجموعة من المعادن والفايتامينز عالية صحيح هذا اللي يمكن يخلينا فعلا لازم ندخله بأكلنا وخاصة للأطفال بحس يعني الأطفال دائما جسمهم ببني هلا مش دائما بتقبلوا يمكن الأطفال فكرة أنهم يأكلوا شمندر بس يمكن في طرق كثير من دخلها هلتكلم أنه طعمه زاكي للأطفال ويستسيغوا فينا بالمتبال كثير بالمتبال ممكن يعني لما منطحنه منحط له شوية تطحينة لبن ليمون صح جوز كثير بتطلع زاكي سعرفي هلا ضروري بس شغلين أذكرها أنا شمندر اللي عم بحكي عنه مش المعلّب أنا مش كثير كثير أحب المعلّبات في بعض الحالات بالضبط أنه بقدر استخدمه مش المعلّبات ولكن نحن 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 نحكي عن الفلس التازج اللي أنا بقدر أنه أغلي نسلقه وبالضبط نسلقه أغلي أنا متعودة على شيء نسلقه فبعد السلق بنستخدمه بشكل الطازج بالنسبة للأطفال اللي أنا كنت أعمله كنت أقطع شرحات شمندر صغيرة وكنت أغزهم زي هيك بشوك مخصص للأطفال بتكون نعمة الأطراف وعليها أشكال بالضبط ومع جبنة ويصير الطفل يأخذهم ويصير هو بحس حاله أولاً يتحكم بأكله وثانياً يأكل شيء ذاكي وعندما كان يستسيقه فكرة جميلة فعلاً طيب هلأ هناك ناس بصول الشمندر سلق في ناس بشوه بالفرن شوي مثلاً أنا لو تقول لي أش بفكر لأن الشوي ما بيقيم الفوائد الغذائية ماذا أحسن؟ كل طريقة الطبخ بتفقد فيتامينات ومعادن مختلفة طريقة مختلفة طيب خبرنا ما بيقيم الفوائد الغذائية؟ إذا كان بالشوي فالشوي بيعمل على تكسير الفيتامينات اللي تكون موجودة بالأغذية بسبب درجات الحرارة العالية على سبيل المثال الفويتامين سي بيتأكسد بيتكسر فإحنا بنخسره بالنسبة للسلق نحن نخسر كميات أكبر لأنه نسلق فإحنا الماء ينزل كله بالماء هنا عادةً بنكب ماء السلق مع أنه هي أفيد ماء إذا كنا نطفين الخضروات صحيح طبعاً فإذا نحن قدرنا نحتفظ بماء السلق فهي تكون جيدة إذا بدنا نتدرج طرق الطبخ الأفضل فهو على البخار أفضل شيء لأن كله بيضل موجود فيه ومعادة كمان الفيتامين سي بالفرن بيكون تاني أفضل طريقة لأنه كمان منحفظ نسب أكبر من المعادن والفيتامينات ثالث أقل طريقة مفضلة للطبخ هي بالسلق لأنه نفقد نسب عالية بالسوائل إلا إذا بستخدم ماء السلق يعني هاي المي بس تعملها بالإشي اللي بدي بدنا ناخده لأن كله خلص نزل المعادن والفيتاميز كلها نزلت في مية السلق طيب الشمندر فيه ناس بقدروا ما ياخده أو يعني يفضل إنه ابعدوا عن الشمندر مرضى الكيلة مرضى الكيلة إحنا بنبعد عن كل شي بيتعلق بنسب عالية من المعادن لأنه بتعب كثير الجسم وخصوصاً إنه فيه نسب فوسفور وفوتاسيوم وماكنيزيا من الثلاث أشياء بنحاول نبعد عنهم وملح فإحنا عادة لمرضى الكيلة بنبعد عن الشمندر ولكن هو يعتبر ذات قيمة غذائية عالية أولاً للأشخاص لعندهم نقص بالحديد أو الفوليك أسد لأنه بيعطي نسب جيد من الحديد والفوليك أسد للمعانيين من فقر الدم ما بيحتوي على دهون مشبعة فيعتبر سناك صحي رائع ما بين الوجبات أو مع السلطات أو مع العصائر ممكن أني أستخدمه ثالثاً فيه نسبة معتدلة من النشويات فنكون حذرين من قبل مرضى السكري إنه نحن نتناوله ضمن الوجبة مش ما بين الوجبات وخاصة للأشخاص اللي بتعالجوا بأبر الأنسلين رابعاً والأهم إنه فيه نسب عالية جداً من الألياف فإذا عندي مشاكل بالهضم مشاكل بقلة ليونة الأمعاء فبقدر إني أنا أخذ الشمندر لأنه بيعطيني ألياف وسوائل اللي بتعزز عملية الهضم بالمعدة ما ننسى دوره المهم بالفوليك أسد خاصة للأشخاص اللي عندهم حاملين التلاسيميا لأنه بيكون عندهم مشاكل بفقر الدم أو ضعف مخزون الحديد بالجسم بس ما منقدر نعطيهم حديد فمنسينا نركز على أغذية بتعطي حديد وفوليك أسد بنسب عالية لنقلل من هاي الأعراض اللي ممكن يشعروا فيها وما ننسى كمان إنه فيه نسب عالية جداً من مضادات الأكسد حلو يعني فوائد عديدة موجودة بالشمندر نتمنى الكل يدخلوا دايماً بأكلنا بنا نتشكرك كثيراً على فقرة اليوم والمعلومات الرائعة وإن شاء الله سوف نراك الأسبوع إلى جاي الأسبوعات أكيد أربعة بإذن الله أهلا سهلة فيك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر